جناح أثار خضراء هو الجناح الذي شاركت من خلاله مملكة البحرين في إكسبو ميلانو عام 2015 وتم نقله إلى مدينة المحرق ليكون أحد مواقع البنية التحتية ثقافية في المدينة ويؤكد جناح أثار خضراء على الهوية البحرينية المرتبطة بالنبات التي كانت تشكل منذ قديم الزمان مصدراً أساسياً للحاجات الغذائية للمجتمعات المحلية حيث يتضمن الجناح من عشر حدائق فاكهة أصيلة في البحرين أثار خضراء هو الجناح الوطني لمملكة البحرين في إكسبو ميلانو 2015 وهو التفسير الشاعري للتراث الثقافي الزراعي للمملكة الذي تمتد جذوره إلى حضارة جلمون الضاربة في عمق التاريخ وعلى نحو مساحة تبلغ 2000 متر مربع مشهد يستحضر التقاليد الزراعية والنبات التي عرفت بها البحرين منذ آلاف السنين إلى جانب تلك الأساطير التي كانت تدور حول البحرين كالاعتقاد الشائع بكونها موقع جنة عادن ووصفها بأرض المليون نخلة المشروع تصمم ليكون ذكرى لتاريخ البحرين الزراعي فأكيد البحرين عندها تاريخ طويل أكثر من 4000 سنة زراعيا عالميا من أول أماكن التي كانت فيها زراعة بالعالم فتصمم الجناح ليكون تشكيلي عن عشر حضائق فبهالشكل كان الجناح مثل صورة عن هذا التاريخ استخدم في بناء جناح أثار خضراء ألواح خرسانية بيضاء مسبقة الصنعة نقلت هذه الألواح إلى البحرين بعد انتهاء معرض إكسبو ميلانو 2015 الذي شاركت فيه البحرين وأعيد تشييد الجناح ليكون بذلك حديقة نباتية بديعة جناح أثار خضراء كان الفرصة التي تبني بين العالم جسورا لتنقل عبرها تراث البلاد وجمال البيئة البحرينية وهو المنصة لتتوج كل الجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين من أجل توثيق التاريخ الإنساني والبيئي للمملكة الذي أثر على المكان ونسيجه ونقله إلى العالم يعد تجربة حضارية رائدة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين